السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم اماني من قناة ربيانكو باذن الله النهاردة هنعمل كيكة البلح كيكة جميلة والكل بيحبها يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ معنا نص كباية سمنة هنحط ربعها في الصينية دي اكبر صينية في الصواني المستطيلة وهننزل بالسكر البدرة وهنعمله بالمصفة عشان ما يبقاش فيه تكتلات نحطه في الصينية كلها هي هتاخد حوالي نص كباية سكر بدرة يبقى احنا كده حطينا ربع كباية سمنة بلدي ونص كباية سكر بدرة هنوص البلح في الصينية نوصه جنب بعضه كده غصينا الصينية كلها وهننزل بالمكونات بتاعة الكيكة تلات كبايات ونص دقيقة في الطبق ورشيت عليهم كيك شيف الباك وكله هنا حطيت رشة ملح هنبدأ ننزل بالمكونات في الخلاط خمس بضبط وهنضربك وهنحط بعدك رشة ملح مع البيض ورشة فانيليا هنضرب كويس هنشغل الخلاط على اعلى سوعة هنا هننزل بكباية ونص سكر مش هنحط سكر كتير لان احنا حطينا نص كباية في الصينية تحت البلح فلو حطينا كبايتين سكر هتبقى مسكرة جامد هنا هننزل بكباية زيت على سامنا وممكن تعمليها بزيت بس بس انا حبيت يعني ايه اعمل ميكس بين الاتنين نضرب كويس في الخلاط وننزل شوية بشوية لغاية ما نخلص الكباية وهنا كباية لبن هننزل بكباية اللبن ونضرب كويس وهنا هنحط معلقة خل كده ضربناها كويس في الخلاط هننزل بقى بالخليط على الدقيق ونقلب كويس في اتجاه واحد نفضل نقلب كويس انا هنا لقيت العجينة التقيلة فحطيت نص كباية لبن هو الدقيق بيختلف من نوع لاخر فهحتاج بضك نص كباية لبن تاني يعني هي اخدت مني كبايتين لبن انا مش قادرة اوصف لكم الكيكا دي طعمها جميل ازاي هنا بقى بنزل بالخليط على البلح اللي بيحب الكيكة تبقى عالية فوق البلح يحط في صنية اصغر انا بحبها يعني رؤيقة شوية هنا حطينا الخليط كله وهندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 وهنا بعد ما خرجت من الفرن هي اخدت ساعة لربع في الفرن بالضبط طبعا واحنا هنبقى مشغلين الفرن من اول ما نبدأ في عميل الكيكة ومش هنفتح عليها خالص هي ساعة لربع وطبعا الطعم جميل وريحة اجمل وبالهنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة